بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ اليوم بالفيديو الأخير من فيديوهات شبطة واحد الفيديوهات الخمسة لأن هذا هو الفيديو رقم خمسة وموضوع بسيط جدا وحيكون إن شاء الله فيديو قصير عنوانه إليكريك فيلد لاينز نحن نعرف الآن أن كل شحنة حواليها منطقة اسمها مجال كهربائي طبعا هذه المنطقة منطقة فراغ افتراضية وفيها مجال والمجال لا يرى في العين المجردة وبالتالي كان لابد من استحداث شيء عشان نقدر نميز إنه هذه المنطقة فيها مجال كهربائي ولا لا بدهم حاجة لما يشوفوها يقولوا إنه في مجال كهربائي ولا لا هي واقعا تنشفش فاتفق العلماء واللي اقترح هذا الشيء هو العالم مايكل فاراداي إنه يمثلوا المجال الكهربائي بخطوط مجال إذن هذه خطوط مجال وهمية خطوط مجال الكهربائي بخطوط مجال كهربائي عشان نتفق عليهم لازبد إنه يكون لهم صفات كلنا نعافهم عشان نرسل نفس الخطوط لنفس الأشكال إيش أول حاجة بيقول لي لازم يكون خطوط المجال اللي هم ديركشن ليش؟ لأنه بيمثلوا مجال كهربائي والمجال الكهربائي إذا عند أي نقطة هذا خط المجال لازم يكون اتجاهه بنفس اتجاه المجال الكهربائي عند تلك النقطة طب هاي عشان يتحقق لابد من الصفة التانية تكون صحيحة اللي هي إنه إذن لابد من هذه الخطوط أن تبدأ من الشحنات الموجبة وتنتهي عند الشحنات السالبة لأنه اتجاه المجال بيطلع من الموجب وبدخل على السالب تضحي outwards When from Positif Charges and inward to the Negatifs Charges هل جت كبت أعرف إنه هذا المجال أكبر من هذا وإنه هذا المجال كبير ولا صغير ولا سفير بيقول لي من عدد خطوط المجال The number of lines per unit area perpendicular to e is proportional to the magnitude of e in that region بجيب مساحة معينة مساحة ثابتة وبشوف اكم خط مجال اخترقها باتجاه عمودي اخترقها باتجاه عمودي كل مكان عدد خطوط المجال اللي بيخترقوها اكبر كل مكان شدة المجال ماله اكبر تمام ما فيش ولا خط اخترقها اذا زيرو بيقول لي عشان هذا يتحقق اللي هو رقم واحد ان الـ direction لازم يكون مماس عند النقطة no to feed lines can cross يعني بمعنى اخر لو كان انا في عندي هاي خط مجال وهي خط مجال طب بدي النقطة اللي عندهم بتقاطعوا عند النقطة عند النقطة ايش الاتجاه قال الاتجاه خطوط المجال طب اخذ هذا ولا هذا اخذ هذا ولا اخذ هذا بمفعش اذا ما فيش مجال انهم يتقاطعوا لانه اذا تقاطعوا بصير عند النقطة التقاطع خط المجال الو اتجاهين وهذا بمفعش اذا not to feed lines can cross تمام طيب الرقم 3 ايش بتقول خط مجال منتظم كيف بتتوقع ان المثله منتظم ايش يعني يعني ثابت في كل المناطق عشان هذا يتحقق وعدنا حنشوف في السليد التانية لازم تكون خطوط المجال متوازية اذا المجال الكهرباء المنتظم يمثل بخطوط متوازية تقاطعوا بخطوط المجال وعشان هذا المجال يعني ثابت جالب بحضرة المجال هذه المجال تعمل حانش ان ترادل اشكال مشهورة كيف خطوط المجال نرسمها قال ليش هذا شحنة موجبة خطوط المجال كيف بتعملها يبدأ من الشحنات الموجبة والرايحة في الشحنات السالبة بظلها ماشي الى المالة نهاية تبدأ من الشحنات الموجبة والرايحة على المالة نهاية ليش لان السالب هناك تمام هذه سالبة الشحنات بتبدأ من الشحنات الخطوط المجال من الشحنات الموجبة وبتخلص عند الشحنات السالبة طيب فيه موجبة بيقول لي لا تفرضها وين في المالة نهاية إذن هذه الخطوط من وين جاية؟ من المالة نهاية ومن وين بتخلص؟ عند الشحنات السالبة تمام؟ إيش هدول؟ قال لي هذه الشحنة موجبة وشحنة سالبة ومتساويات إذن خطوط المجال كيف؟ بتبدأ من الموجب وبتخلص على السالب تبدأ من الموجب وبتخلص على السالب تمام؟ بما إنه هذه كيوب وهذه كيوب كمقدار واحد لو إجيت عديت أكم خط بيطلع من هان وكم خط بيه بفوت هان هتلاقيهم بيصووا بعض ليش؟ لأنه مجال هادي زي مجال هادي هادي شحنتها زي هادي إذن إذن الشحنات اللي بتنولد أو بتطلع من الشحنة الموجبة هي نفسها اللي بتنتهي عند الشحنات السالبة إيش توي قلنا؟ قلنا عدد خطوط المجال التي تختبق مساحة ما بدو يتناسب مع شدة المجال هاديت هنا نقطة مالها كبيرة وقريبة جدا على الشحنة قريبة جدا تتوقعوا هنا؟ هنا؟ ولا هنا تكون المجال أكبر؟ طبعا هنا أكبر طب خلينا هادي نجيبها هنا وتصوروا انتوا هادي هي بتمشين قاعد المجال بنقص شوفوا انتوا هنا إيش صار؟ المجال هنا في الأول هنا أكم خط بقطعها ثلاثة طب هنا واحد إذن المجال ماله بقل إذن هنا المجال هنا أقل من المجال هنا صح ولا لا؟ لو كانت هادي كبيرة خالص ممكن تأخذ الخمسة هدول مظبوط كبيرة شوية خمسة ابعد شوية بصير ثلاثة ابعد شوية بصير واحدة طيب لو أنا عندي خطوط مجال متوازية إيش يعني متوازية؟ يعني المجال الكهربائي ماله يونيفورم ضلك حرك هاي يونيفورم إلكتريك فيلد وين خطوط المجال بتقل؟ ها؟ بتقل خطوط المجال اللي بتقطع المساحة؟ كمان مرة إيش معناته؟ معناته المجال منتظم عند كل النقاط واحد عند كل النقاط واحد تمام؟ هادي إيش؟ هادي بقول لي شحنتين قد بعض بس إيش؟ موجب وموجب موجب وموجب اتطلعوا لي عندي النقطة سي في أي خط مجال ممكن يكتحها؟ بقول له لا بقول له لا ليش؟ بقول له تعالي نشوف عند النقطة هادي مش هادي موجبة؟ هايها موجبة طيب هادي برضو موجبة إيش؟ بدي أبعد يعني قديش المجال عند النقطة سي؟ سفر طيب عندي النقطة هادي بالظبط هنا فوقها بالظبط دياباكم هادي النقطة المنتصفة نيجي لعند هان ماشي بتيجي هيك؟ طيب ومين هان؟ برضو أوتورد هادي كيف بدي أعمالها؟ بقول له حللها هايها هيك وهيها هيك وهيها هيك عمودية طبعا هادي وهادي حللها هيك والتانية برضو هيك ايش بيصير في هادول؟ بلتغيوا إذن معناته مجموح كيف؟ انت ملاحظ لما نقرب عن النص كيف بيصيروا؟ رايحين لفوق رايحين لفوق عموديين لأنه الأفقي بلتغي إذن بيقول لي note that the electric field at point C is zero and pointing straight up along the vertical line passing through C وبيكون متجه طبعا أب هيك وهنا down vertical المهم تمى طب هادي قال لي هادي موجبة وسلبة بس في واحدة أكبر من التانية أكبر من التانية تطلعوا لي على كثافة الخطوط كثافة الخطوط هنا أكثر من هنا كثافة الخطوط هنا أكبر من هنا لو جيت بالدعيد واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 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 طب هنا قال لي واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة ثمانية إذن شدة المجال تبعت هذه ضعف شدة المجال تبعت هذه ليش؟ لأن هذه شحناتها ضعف هذه إذن ثلاثة 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 هنا هيا ستة إذن ممكن تكون ستة طب وهذه كيرفت ممكن تكون كيرفت إذن ستة أو كيرفت صح طيب نرجع ماذا يعني تجيب طرف وطرف وتسكرهم وبعض طرف وطرف ماذا تسكرهم وبعض طيب المجال خطوطه هيك جاية هذا هو بمشي هيك تمام بمشي هيك طب بنفعش لانه بنقطعه ايش بتقاطعه واحنا متفقين انه خطوط المجال منعي تقاطعه اذا هادي غلط تبدأ خطوط المجال عند الشحنات الموجبة وتنتهي عند الشحنات السالبة امين بيقول لي المجال عمرهم ما بيكتعوا معد اه اذا ايش هو الغلاط هدول هادي عكس هادي فورم كلوز لوب بمفعش لانه اذا كلوز لوب يعني بدي اسكرهم وبدي اقطحهم مع بعض اذا بيقول لي ايش هادي بيقول لي كيو واحد وكيو اتنين طبعا واضح الان هيطالع من هنا وجاي هنا اذا هادي ايش هادي موجب وهادي سالب على طول ليش عرفت عرفت لانه المجال انت قلت لي بطلع من الموجب وبروح ع السالب بطلع من الموجب وراع السالب بطلع من الموجب وراع السالب بطلع من الموجب وراع السالب وهكذا طيب اطلع لي على عدد خطوط المجال اللي طالع من الفقانية واللي داخل التحتانية اعيد يلا نعيد احنا مع بعض هذه طالعة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 على الشقة هذه كلها 9 وتلاقي كمان 9 من الشقة الثانية طب نيجي هذه 1 2 3 هذه طالعة 9 من الشقة هذه 9 18 هذه 3 و 3 6 إذن هذه بخلص عندها 6 وهذه بيطلع منها قديش 18 إيش علاخة 18 بال6 إذن the figure show the electric field lines for two pointed charges which of the following is correct Q1 بتسوي Q2 يعني عدد خطوط المجال اللي طالع نفس عدد خطوط المجال اللي داخله والتنتين مجابات Q1 بتسوي Q2 ما حال ما نتفقين لا طب 1 مجابة 1 سالبة بقوله نصح طب أنا بدي الصح ليش نصح بقوله أنت 1 مجابة 1 سالبة 1 عكس التانية لكن إيش ما قلت ليش إنه Q2 لازم تكون أكبر من Q1 18 لستة إيش العلاقة من 18 وستة بقولي 3 أضعاف مج 8 3 أضعاف الستة طيب هان إيش بتفرج عن هادي قال لي هادي إنه التنتين بنفس النوع لكن هادي واحدة عكس التانية إذن شو الصح إذن Q2 3 أضعاف Q1 هادي وعكسها بالنوع تمام كما نكويز تو شفتو شفنا قال لي هادي الرسمة The figure showed the electric field lines for two pointed charges وحدون طبعا ذي بعض rank the magnitudes of the electric field at points A, B, C from greatest to smallest بقولي أنا بدي أكبر واحدة اتفقنا C قديش سفر طيب من هيك من هيك رسمة مين أكبر A ولا B مين عند هالمجال خطوطه كثيفة أكتر A ولا مش A إذن أكبر واحدة إيش at A is the greatest then at B وبعدين C is the zero تمام ضاي الموضوع بسيط جدا قال لي أنت قلت لي القوة الكهربية ينطبق عليها قوانين نيوتن وركزتها على الثالث في بداية الشابطة لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه طيب نيوتن التاني ينطبق النيوتن التاني يش بيقول بيقول F بتساوي M A F بتساوي M A يعني ما زال في قوة فيه acceleration طيب في قوة كهربية إذن تنتج عنها acceleration الأصل A قطعا لأن القوانين نيوتن تنطبق على جميع القوة على جميع القوة إذن بيقول لي the electric force obeys النيوتن's laws بيقول لي القوة الكهربائية تتبع وتطيع قوانين نيوتن تنصاع لقوانين نيوتن إذن النيوتن التاني this force will create an acceleration on the particle النيوتن التاني بيقول القوة تنتج acceleration قطعا إذن معناته if a particle of mass M ومشحونة عشان يكون عليها قوة كهربية لو مش مشحونة في قوة كهربية أصلا exist in a uniform electric field the electric force إذن في قوة إيش بيقول F E كلمة E electric بتساوي Q في E هذه أخذناها العلاقة طيب النيوتن إيش بيقول هذه أخذها الساوي M A بتقدر من هذه العلاقة تجيب لي acceleration خلصنا Q E على M طيب لو E uniform uniform لو كانت E uniform يعني إيش uniform اتفقنا ثابتة وQ ثابتة وM ثابتة إيش معناته acceleration سوري acceleration ما لها constant ذكرين ثلاث علاقات تبعت الحركة لما يكون constant acceleration constant اللي هي V final بتساوي V initial زائد AT X final نقص X initial بتساوي V initial T plus half AT square وV final تربيع بتساوي V initial تربيع plus 2 A في delta X X final نقص X initial هدول كان شرطهم acceleration تكون constant هاي acceleration constant ميمكني أنا أطبقه تم إذن since E uniform A is constant حيلو قال لي يشوف هالمثال بيقول لي uniform electric field انتبهوا uniform electric field بمثه بخطوط مجال متوازية أو مش متوازية شايفين المتوازية إذن أول أول ما يرسم خطوط مجال متوازية معنات المجال ماله uniform ومعاكد كتب لي uniform it's directed along the X axis اتجاه خطوط المجال ما أنتو شايفينها تم خطوط المجال والمجال نفس الاتجاه هذا أحد الشروط طبعا خطوط المجال along the X axis between two plates separated by a distance D as shown طبعا هذي خطوط المجال من وين معناته خطوط المجال بتيجي من المجال بتروح على السالبة وبتكون بهذا الشكل معناته هاي خطوط المجال هذي موجبة وهذي سالبة وخطوط المجال باتجاه غطاية القلم كما بيقول لي لو بدأ حط أنا شحنة موجبة هنا شحنة موجبة إيش بدأ أصير فيها شحنة موجبة بدأ تتحرك مع اتجاه المجال إذن أنا بدأ فلتها عندي النقطة A وفلتها بتصير تتحرك على السالبة وهو شغلة طبيعية بتتنافر من الموجبة وبتروح على السالب بيقول لي a positive pointed charge of mass M positive is released from rest at point A هذي بدأ فلتها من ها أول ما فلتها إيش بدأ صير فيها طبعا ليش قال يذيب الساوي سفر لأنه from rest مشيت ليش مشيت لأنه هذي موجبة وهذي موجبة بتمشي هيك شغلة ثانية F بتسوي Q في E والE هيك والQ موجبة إذا بتتحرك مع E بتتحرك هيك and accelerate to point B وصلت B وصلت ها بيقول لي find the speed of the particle at B قديس سرعتها هنا كان زيرو هنا ايش بدأ تصل بسرعة معينة أو جدا بقوله أول بدي acceleration صح ولا لا هاني جبت acceleration Q E على M E باتجاه السيني حطتها باتجاه السيني تم مش E uniform إذن A constant مازال A constant بقدر أستخدم هذا القانون ولا لا آ لأنه هذا شرط أنه A تكون constant وهذا هي طب V E نيش القدي زيرو طب و A هيها و X D من E ل B D إذن هاي نجبت النتيجة طيب بتقدر تستخدم قانون الكونزرفيشن وف انيرجي وهو أسهل هات نشوف W بتساوي دلتا K طب إيش W نيت W القوة القهربية في الإزاحة والإزاحة معروفة أو لا والقوة القهربية Q في E إذن Q في E هاي القوة الكهربية هذه F في D بساوي دلتا K دلتا K K final نص M final تربيع ناقص initial 0 طب طلع شايفين شايفين نص النتيجة أو لا طب كل الطرق تؤدي إلى روما طب كمان كمان مثال بيقول لي أن electron is projected horizontally with initial speed of 3 10 to power 6 meter per second into a region of uniform electric field between two plates of 200 newton per كولوم undirected vertically upward شايفين خطوط المجال كيف اتجاهها لأعلى طيب متوازية لو مش متوازية متوازية لأنه ايش بيقول لي uniform electric field تمام من وين أنتجها قال لي أنتجتها عبارة عن two plates زي هيك اللي تحت مجابة واللي تحت سالب وبالتالي صار في عندي خطوط مجال بهذا الشكل تمام هاي two plates اقبال بعض تمام هالجيت اجا electron اجا electron داخل اول ما يدخل الالكترون مش بدو صير علي f و f بتساوي q في e لما يكون الالكترون القوة بتكون مع المجال ولا عكس المجال electron عكس المجال المجال لا اعلى معناته القوة على الالكترون كيف بتكون لأسفل اول ما فات في حدا قاعد بنزله مين هذا الحدا القوة الكهربية حلو بيقول لي هاي المسافة كلها من ها لها من اول مدخل لما طلع قديش 10 سنتيم او point one ميتر ايش بدك فان the acceleration of the electron while it is in the field لما دخل جو عصار علي قوة وبالتالي النيوتين التاني بيقول لي علي قوة اذا في acceleration طلع لي اياها بيقول لي من اول مدخل what is the vertical displacement of the electron inside the field قال لي يا ترى دخل هو من ها لما طلع وصل ها اذا معناته دخل عند ارتفاع معين وطلع كان ارتفاعه 0 قديش قيمة هادي الواد سيليوش بدو acceleration توي حكينا نوتين التاني بتقول f على m ايه بتساوي f على m طب و ايه f ايش بتساوي q في ال e q في ال e طب قديش q قال لي الكترون شو احنا تبديك اياها وانكن انت تستحفظها واحد بونت 6 في 10 السالب 19 الكترون بدو حط سالب حطيتها وم تبعات الالكترون برضو بعطيك اياها 9 بونت 11 في 10 السالب 31 كيلو جرام في ايه ايه هايها متين هايها ما اعطين اياها متين النيوتن على كلهم كيف اتجاهها لا اعلى اذا جي جي من وين جبتها انها لا اعلى لا اعلى حلو ضربنا بالكالكوليتر طلعت الاكسلريشن بالسالب يعني اس جي بالسالب الى اسفل شوفوا الاكسلريشن ايه لها مركبة سينية لا يعني الاكسلريشن ايه لها مركبة وحيدة صادية طب قديش التصارع السيني زيرو طب ما فيش تصارع سيني يعني السرعة السينية مسموح لها تتغير المسؤول عن تغير السرعة هو الاكسلريشن احنا بالناس نرجع لفيزي الاف this mean that the acceleration has only one component اللي هي ال y component يعني قديش اللي بتتصارع السيني ايه اكس قديش زيرو طب انت ايش بديك بدي الزمن بدي الزمن طب الزمن بتساوي عندي اما y بتساوي the initial y t زائد نص a y t تربيع او x بتساوي the initial x في t زائد نص a x t تربيع ونص a x تربيع سفر اذا معناته على طول بقول t بتساوي x على v x لانه ما فيش acceleration سيني اذا x 0.1 و v x هي ال initial هي ال final اللي اعطاني اياها اللي بتساوي 3 في 10 او 6 طلعت له الزمن هجلت هده الزمن سيني ولا صادي ايه سكيلر فيش سيني وصاني هو هو السيني هو صادي طب انا ايش بدي الاخير بدي vertical displacement سينية ولا صادية صادية فيه تسارع صادفي وال acceleration constant طب فيه قلون زي هيك y final بتساوي y initial v t زائد نص a y t تربيع the initial y يعني المركبة الابتدائية الصادية كيف دخل هذا دخل بشكل افقي يعني سرعة الابتدائية لها مركبة صادية قال لي لا ايش يعني يعني هادي zero سوفوا انتم الابتدائية سينية ايش يعني سينية يعني ملهاش مركبة صادية يعني v initial y يعني zero طب a y مش طلعتها بالسالب والt ما هيك جبته t t هذا t صاد ما قال كال صاد هو نفس t طلعت بالسالب طب اه لازم تطلع بالسالب لانه كان هنا ونزل ما طلع ايش اذا لازم يكون ال disablissement تبعته down طلعت قديش اذا نزل من هان لها حوالي اقل 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 اثنين سنتيم سنتيم تر تمام اظن الموضوع الاخير سهل نكتفي عند هذا الحد ويكون هيك انهينا خمس فيديوهات لشابطر واحد شابطر واحد طويل شوية ان شاء الله بنبدأ بالشابطر التاني اللي عنوانه لحد هذا الحد و الى حين اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله